سلام عليكم فجددوا هذه السلة الجديدة مع هذا الشهر الكريم كل عامنا حضرتكم بخير تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مع برنامجكم الجديد لتعرفوا نتعرف مع حضرتكم حول المسلمين في كل مكان نعيش أجواء هذا الشهر الكريم أجواء رمضان ترويح رمضان القرآن في رمضان الصيام في رمضان مع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها هذه الأجواء التي نحتفل بها سويا انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا ومن انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم في هذه الحلقة وهذه البداية المباركة مع حضرتكم يسعدني أن نتحدث عن دولة المسلمون فيها يعني يعيشون رمضان مختلف في الحقيقة عما يعيشه المسلمون في العالم كله المسلمون في مينمار أو على وجه التحديد مسلمي الرهينجية في مملكة أركان كيف يعيشون أجواء رمضان هذه رسالة لك المشاهد الكريم المشاهدة الكريمة وأنت تفطر في بيتك وأكرمك الله بالأمن والأمان وصلاة الترويح مع الناس في المساجد والصيام والقيام وغير ذلك مع إخوانك وأحبابك وأهلك أنا أقول لك صوما مقبولا بإذن الله ونحتفل جميعا برمضان ونفرح برمضان ولكن لا تنسى إخوانك وهذا الجرح الغائر في جبين أمة الإسلام هؤلاء المسلمين الذين يصومون رمضان وسط العواصف والأجواء والأمطار التي تقتلع خيامهم وسط حرق بيوتهم وتدمير منازلهم وتجريف قراهم مسلمي الروهنجية يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء الأستاذ نورالله شيخ يوسف الباحث الروهنجي مرحبا نور الله يحبك الله يحفظك نور يعني في البداية قبل أن نتحدث عن أجواء رمضان لدى مسلمي الروهنجية صلاة الترويح صلاة القيام استطلاع هلال شهر رمضان وغير ذلك من احتفالات للمسلمين حدثني في البداية عن الموقع الجغرافي لدولة مينار ومملكة أراكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد والآله والصحابه ومن وله بداية الآن نحن لو نتحدث عن بورمة أو سمية جديدا أقول الاتحاد ميانمار هي تقوم في جنوب الشرق العاصية لا حدود مع الصين والهين وخليج البنغال وبنغلديش نعم وتايلند لاوس هذه المناطق وأما تقول أركان أو ولاية أركان في جنوب الغرب الدولة دولة ميانمار هذه هي موقع الجغرافي جغرافي جميل ودي ملحوظة برضو من عاوزين نوضحها لمشاهدين الكرام احنا كثيرا ما نسمع عن المسلمين في بورمة وعلى موقع التواصل على سوشال ميديا الناس تكتب وترد شر بعض الصور أنقذوا مسلم بورمة ومجابه هنا نريد أن نوضح شيء أن مسلم بورمة بيختلف في الحقيقة عن مسلم أركان أركان دي أخوان الكرام كانت مملكة مستقلة إسلامية تحكم به الشريعة الآن تقع تحت سيطرة حكومة مينار أو حكومة بورمة التهجير الذي يحدث والمستمر حتى الآن وإحنا في الشهر الكريم وحضرتك صائم رمضان خد بالك أن في مسلمين عالقين في الجبال بلا طعام ولا شراب ولا إفطار ولا سحور لا تنسوا حضرتك بتفطر وبتتصحر أن في مسلمين الآن لا بيجدوا لا في إفطار ولا حتى سحور بل كانوا يستفتون أهل العلم هل يجوز لنا أن نسرد الصيام لأننا لا نجد طعاماً ولا شراباً نور مع الاحتفال بأجواء رمضان كيف بدأت أحداث مسلمية الروهنجية؟ وهل توقفت في رمضان أم لي؟ أولاً سنتحدث هذا نحن كما بيّنت حضرتك الولاية هاركان أو مملكة هاركان هي كانت دولة مسلمة مستقلة كانوا يحكمون بالقرآن والسنة ودخلوا في الإسلام في زمن هارون الرشيد في خلافة الأباسيين يعني في زمن خلافة الأباسيين ثم بعد ذلك هذه المنطقة كانت خاصة لمسلمين البلاية يحكمون بشرع الله الحكومة البوذية بورمة حاول أكثر من رعاية دول المسلمين حاولوا أكثر من راية احتلالها ولكن المسلمون دعفوا عن عرضهم وان دينهم وان أرضهم ثم بعد ذلك في سنة ألف سبعمية بالذبط أربعة وثمانين ألف سبعمية أربعة وثمانين هذه السنة تبقى وقت سقوط أربعين تحت سايدرة حكومة بورمة بعد هذه السنة فرضوا علينا أشياء كثيرة نحن كنا نتبق شرع الله هم منعنا من هذه الأشياء منعنا من شرع الله ومنعنا حتى من زبيحة الدجاجة زبيحة؟ الدجاجة لماذا الدجاجة؟ يعني هم يقولون في كتبهم مكتوب أو هم يعتقدون أن أي زبيحة لا يجوز يعني يكون حرام يعني زبيحة الدجاجة حرام حرام لكن زبيحة مسلمية رهندي حرام؟ يعني هم في اعتقادهم هكذا لأن الهم حتى ليست بوذين يا أخي أي كانت نحن المسلمين نعيش في أي دولة ما نحن في اعتقادهم أو في أنظارهم أسوأ من الحيوانات من الحجرات في دول كثيرة تحدث مشاكل للمسلمين ولكن نحب السكوت أنا قرأت أن البوذية تعتقد بأن حتى قتل الناموس حرام نعم عندهم موجود أي كان إذا كان كين حي قتل الناموس البعوضة حرام لكن قتل المسلمين هلات المسلمين يعني في كتبهم حتى في نهر شهر رمضان الكريم يعني أي وقت هم لا يفكرون بالبوك يعني لاحظوا حتى يش دراهم لا يعرفون الرمضان لو كان يعرف هذه العشية ما كان يعتدوا على المسلمين ثم بعد ذلك المشاكل الذي بدأت في سنة الف الفين واثنعشر وقبل كذا في بدأ يعني حدثت مشاكل كثيرة سنة الف تسومية وتنين واربعين هناك تدمير أو قتلوا أكثر من المئة ألف مسلم سنة الف تسومية وتنين واربعين ثم بعد ذلك الف تسومية تمانية وسبعين قتلوا عشرات ألاف من المسلمين أخرت أمام العلام لأن الحكومة بورما منعت دخول العلام هذا في هذه المنطقة ولا تكتب أحد عن هذه القضية ولا تنشر أي أخبار من هذه القضية نعم ثم بعد ذلك هناك مثلا اعتقالات تتم من طريق ضباط حكومة أو جيش أو شرطة لكن هم يخرجونكم من بورما ويقولون أنكم لستوا بورميون يعني يقولون أنكم أنتم لستم من هذه الدولة وارجعوا إلى بلاديكم جميل جدا يعني مثلا نحن نقول روحنجة روحنجة لما نحن نبحث الروحنجة دي لا نجد في غير هذه المنطقة مثلا نحن لسنا من بنغلاديش ولسنا من الهند ولسنا من بورما منين جينا؟ يعني خرجنا من الأرض ولا نزلنا من السماء يعني الأقل ما يأخذ هذه الأشياء اللي يوم يعني يدعون حكومة دورما اللي تدعي إذا واحد آكل مفكر يستطيع أن يفهم الحكومة في مينمار رجت أكثر من مليون ونصف في مسلم الآن في حدود بنغلاديش يعبرون عبر نهر الناف معين خلال قوارب الموت هذه القوارب القصيرة الصغيرة التي غالبا ما تكون سبب في غرب المسلمين أثناء العبور حتى في نهار الشهر الكريم في شهر رمضان والمسلمين الصائمين هؤلاء المساكين المسلمين بتوع الروحنجة يخبرنا نسبة مساكين جدا بسطاء جدا لو حضراتكم بتشوفوا الصور اللي موجودة على الفيسبوك أو على اليوتيوب ناس بسطاء جدا مش هقول زي ما هم بيقولوا إنهم إرهابيون دول ما يملكوش مش هقول ما يملكوش سلاح دول لا يملكون حتى ملابسهم إخوانا لا يملكون حتى ملابسهم لو حضراتكم شفتم المسلمين اللي بيعبروا نهر الناف حتى يهربوا بدينهم إلى حدود بنغلاديش مش لبسين حتى إلا خرقة يسترون بها عورتهم ناس بسطاء جدا يعني يهربون بعد هذا التعزيم حتى يثبتون على هذا الدين وعلى هذا الإسلام أنا بذكر حضرتك وبذكر حضرتك وأنت في نعمة كبيرة جدا والله العظيم تحتاج إلى شكر أنت في أمن وأمان ونعمة ربنا رزقك بالإسلام ربنا رزقك بالسنة ربنا رزقك بالأمن والأمان في الوقت اللي فيه ناس مسلمة لا تجد لا طعام ولا شراب وهي في الشهر الكريم ولا حتى تستطيع أن تصلي القيام وصلاة الترويح يا أخواننا الناس دي بتهدد في خيامها العواصف بتختلع الخيام والناس بتهدد جوه الخيام بتروع وأمامها عروض مغرية جدا يا أخواننا عروض جنسيات أوروبية ياخد الجنسية في مقابل ترك الإسلام ياخد الجنسية في مقابل الإفطار في رمضان ياخد الطعام وشرب من المنظمات الغربية في مقابل أن يفطر في رمضان أو يغير جنسيته أو يترك الإسلام ومع ذلك الناس مستمسكة استمسكة عجيب جدا بهذا الدين نور حدثني عن المسلمين في خيام اللاجئين الروهنجية كيف يصومون رمضان؟ الصيام نحن مثلا لما كنا داخل الدولة قبل الأحداث 2012 هناك نحن مثلا هنا يكون رؤية الهلال عن طريق الأقمار الصناعية هنا كنا نروح ننزل كما كان هذا قبل الأحداث الأخيرة قبل الأحداث قبل الأحداث ثم بعد ذلك نحن نجتمع في المسجد يعني يشوف من الذي شهد استطلاع الهلال ثم الاجتماع في المسجد نجتمع حتى نستطيع أن نحدد اليوم للمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهيروياتي وافتروا الهيروياتي فإنقوما عليكم الهلال فأتمونا عجد شابانا ثلاثين أيمن ونحن كنا نفعل هكذا ثم بعد ذلك ندخل في رمضان هناك صلاة التراويح هنا نصلي صلاة التراويح شرينا الركع وهناك يعني يحفاظ بالذات يعني اللي يصل للتراويح هم يكونوا حفاظ صغار يعني اللي مثلا يدرس في التحفيظ ويدرس أكذا يعني هؤلاء يأتون يعني يصلون بالناس جميل تبدأون صلاة التراويح ايه صلاة التراويح بعد المشاكل 2012 بالذات في مدينة الكياب ومن بعد ذلك نتشرف في مدينة المونجدو وبوتيجون وراتيجون هذه بعد هذه الهحداث تمت إغلاق المدارس والمساجد تم إغلاق المدارس والمساجد مدارس والمساجد ثم بعد العريف اللي لا يوجد فيها بوذين ولا تسل فيها حكومة مثلا يعني في الغابات وزي كدا الناس كانوا يذهبون هناك يعني مثلا يودونا صلاة التراويح هناك ويسمونه هناك او واما الصيام هذا شي باطني لا حد يستطيع أن يطلع على باطنه يعني مثلا على صايم ولا مو صايم ما حد يعرف كنا نسهم حتى بعد الاعتداء بعد اغلاث المساجد بعد ما منعنا من التراويح يعني نور قبل ان يتم تهجير اللاجئين أو تهجير المسلمين من الاركان اغلقت الحكومة المساجد من سنة 2012 2012 افلوا كل المساجد افلوا كل المساجد الا في بعض القرى اغلب المساجد اغلقت وقت الصلاة يفتح بعد الصلاة يغلقها لكن اغلب مغلق تماما بعد الحادث اغسطس سنة اللفات 25 اغسطس سنة 2017 يعني اكثر المساجد تم التدميرها والمدارس كذلك هدموا المساجد ايه هدموا يعني حادث اغلاث بعد ما اضطروا الناس للحجرة ثم بعد ذلك يمنحونكم الجنسية فيما يمر ام لا لا ليس لكم جنسية لا ليس لنا الجنسية ولا حتى شهدت الميلاد والله العظيم هم القانون الجنسية كان سنة 1982 يعني الكل كان يعيش كل كان يعيش كده يحصل على الجنسية سنة 1982 اصدقنا 1982 هم سنن قانون اخرج المسلمين الروهنجية من التجنس ولا يحصل على الجنسية لماذا جنسياتكم إذا؟ لا يوجد عندنا جنسية لا يوجد لكم جنسية؟ لا يوجد لنا جنسية مثلاً أهنه لو نحن نشوف أنتم لستم أقلية أنتم عدد كبير لدخل الدولة قرابة الخمسة مليون مسلم مثلاً كيف ليس لكم جنسية داخل دولة؟ والله شوفي يا أخي من يتحدث في هذا الموضوع؟ أشخاص؟ من يتحدث؟ من يضاعف عن الأقلية المسلمة؟ نحن حتى مثلاً يعني كما يقولون كثير من الناس مسلمين روهنجي إرهابيون لأننا هذا كنت سأقوله لك رئيسة وزراء مينمار خرجت في تصرحات قبل رمضان وقالت أن مسلمين روهنجي إرهابيون نعم هما يدعون هكذا حتى فيه منه من المسلمين من بعض المسلمين هما يقولون المسلمين روهنجي يعني مثلاً ظلموا لأنهم إرهابيين يا حبيبي إلا أنت تشاهد مناظر في المخيمات أطفال صغار والنساء والعجائز لو كان أولاً الهرابيون كان دفعوا عن أنفسهم دفع عن أنفسهم يعني الأطفال ستة شهر هو يرهابه سنة هو يرهابه ويعرف عن الدنيا شيء مذابح الجماعية التي يدفن فيها المسلمون اقتصاب جماعي وهم أحياء مشاهدين الكرام في شهر الكريم يدفن مسلم روهنجي أحياء في المقابر الجماعية تقطع الأعضاء أعضاء المسلمين أديهم وأرجلهم وتغتصب نساؤهم اغتصاب جماعي أمام أزواجهم هذا كلام للأسف موجود حتى على السوشيال ميديا منتشر الآن وحتى وإحنا في شهر رمضان والمسلمين الصائمين إخوانكم بيعرضوا لأبشع أنواع القهر والإبادة الجماعية التي لازلت مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن نعم بعدين نحن لما ندخل في هذا الموضوع في المخيمات كيف يعدون التراويح وصلاة التراويح والصياب والقيام نحن مثلا في بعض العراضي موجودة في المخيمات داخل المخيمات بنوا بعض المساجد وناس يودون هناك صلاة التراويح حتى هم إحنا مسلمين متمسكين بالدين بنوا بعض المساجد بنوا بعض المساجد نعم بالخشبات مساجد خشبية خشبية كده أو مساجد مفتوح نعم لأن الله الزوج الجال مسجد وتخوره كيف ترى استمساك المسلمين بدينهم وهم في الشهر الكريم شهر رمضان حتى رغم هذا البلاء الذي يرونه أمنا لا يعني أي واحد مسلم نحن تربينا للإسلام في أعلى فترة الإسلام تعلمنا الدين الإسلام وموجود في القرآن اسمه الآية تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبليكم هذا الصيام فرض علينا يعني فرض الله علينا الصيام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يظل بني الإسلام على خمسة فيه من ضمنها الصيام وأي واحد مسلم صوان روحنجي أو غير روحنجي يعرف أن الصيام فرض أركم من أركان الإسلام صحيح صوان معنا موجود حاجة لنفتر أو لنتسحر نحن متمسكين بالصيام لأننا مسلمين هذا الصيام يقول على الصيام جنة وقول أنا أجزي به يعني الله عز وجل يزل يعني الإصائم لأجل ذلك نحن متمسكين بالصيام وبالدين الإسلامي حتى يقولوا مهما هاولوا لتبديل الدين أو مهما هاولوا بالإغراءة مثلا بالفلوس بالجنسية بأشياء كثيرة يحاولون من ضمنهم مثلا المنظمات حقوق الإنسان وغير ذلك اللي سكتوا كافة هاولا يحاولون يعني في كل اللحظة يعني مثلا ليش ليرتداد المسلمين من دينهم المنظمات حقوقية سواء كانت هي غاثية أي كان من الأوروبا صليب العحمر موجودين هناك كل يم يحاول كون في كل اللحظة يحاولون نعم يمسك أسره يتكلم معهم يعني نوفر لكم سكن نوفر لكم جنسية نوفر لكم كذا وكذا وكذا ونوفر لكم لأولادكم الدراسة يعني يعودنا عليهم الجنسية وتوفير الدراسة كل شيء في مقابل طبع كل شيء ومنهم الحمد لله ثم الحمد لله نحن نفتخر مسلم روهنجي أركاني نفتخر في موجودين حتى ولو كان ما عندهم علم يعني ليس معمق في الدين الإسلامي رغم ذلك لو واحد شاهد من مسلمي روهنجي يحاولون مع المستضاعفين بهاذي الطريقة يمسكه نحن مسكنا كذا واحد المخيمات هو يتجول داخل المخيمات يجلس مع مجموعة في أمس الحاجة في العدوية في الأكل في الشرب هذا في أمس الحاجة إلى خمسة جنائي إلى جنائي في رغيف يعرض الفلوس مقابل ترك الدين ترك الدين نور المسلمون هنا هنا في مصر وفي البلد العربية وبدل الإسلامية يفرحون فرحا شديدا بقدوم رمضان نعم كيف هذه الفرحة لدى مسلم الروفينكي والله يشوف يا أخي بعد قبل الحادثة أنا عشت بنفسي نحن قبل ما يأتي رمضان نحن نجلس يعني بعد العصر إلى المغرب نالعب وقت يعني مثلا 29 رمضان 29 شعبان 29 شعبان 29 شعبان إلى أول 30 شعبان في هذا الوقت نحن نخرج نحتفلون نحن نقول لقدوم رمضان نروح نلاب هذه الفرحة هذه الشعور هذا الشعور يعني سحب واحد يبين هذا الشعور لأن فرحة رمضان فرحة كبيرة حتى نحن لما كنا صغير عباؤنا ومهتنا يقول أنت لا تستطيع أن تصب ممكن في أي وفع لحظة تصير مثلا في سنة سبعة سنوات ثمانية سنوات وأنا بالذات كنت ذهبت للزيارة إلى خالتي في بداية رمضان هي منعتني ثلاثة أيام من الصيام يعني أنت صغير أنت صغير لا تستطيع ما شاء الله يعني المسلمين الرهنجية خلنا لو أنتم دخلتم على اليوتيوب تبعت بس المقاطع اللي بتنقل عن المسلمين الرهنجية تجدوا أنهم ناس أهل التزام متدين حقيقي حتى السمت الالتزام لدى نساء المسلمين الرهنجية الحجاب أو النقاب والستر الكامل لدى المسلمات كذلك الرجال السمت الالتزام وسمت التدين موجود بشكل منتشر جدا لدى المسلمين الرهنجية ولعل هذا من أكبر الأسباب التي أزعجت هؤلاء البوذية لمحاولة يعني تهجير المسلمين نعم نور بعد ثلاثة أيام تركت بيتها ما بدون أخبارها نعم هي جاءت وراي إلى بيت قال لماذا رجعت قلت لأنك منعتني من الصيام لا أستطيع كنت صغير في هذا كنت صغير منعتني ولكنني كنت عصوم في البيت والدة ما كانت تمنعني خالتي يا يا منعتني ليس أنا فقط كل مثلا ترب يعني وصلوا ثمانية تسعة سنوات كل واحد يعني نحن نعد وقل نذهب نزور في بيت فلان وعيل وقل أنت صايم لو يقول لا أو شاهدناه يعني نحن كنا نستنكر أو نكره أتكلم نحن هكذا نحب وكذلك صلاة التراويح نجتمع في المسجد كنا نؤدي شرير ركع كاملة صلاة التراويح وفي بعض المدن يخصصونا والله بالعسبة الشديد مدن إسلامية يخصصونا لشهر رمضان لإبتجارة للتجارة الحمد لله إننا لا يجد ممكن طول السنة هو يشتغل في رمضان ما شاء الله في رمضان مستمعي أركاء إيه المسلمان كان في رمضان يشتغل طول السنة ويرتاح في رمضان إنه ارتاح في رمضان لكي يتفرغ إلا شوكولات البيت مثلا شوكولات بسيطة في البيت جالس عمال البيت بسيطة عمال البيت وإما في الخارج لا ما نشتغل لكي يتفرغ العبادة نعم للعبادة ما شاء الله الترويح صلاة القيام لا صلاة القيام نحن نسلي عشر كما قلت لك نختم القرآن تختمنا القرآن نعم في بعض المساجد يتم مرتين يعني خلال شهر رمضان في بعض المساجد يعني يسلونا بدون التختم أغلويتها يكونوا بالتختم هما هناك يكونوا الاتنين يسلونا يعني كل واحد هشرة ركاعة يعني ينقسم من الغسمين نعم وثم بعد ذلك يعني يكونوا في السبفل أو المشايخ والحفاظ الموجودين كان يقفون وراهم حتى لو هما غلطوا في القرآن يستطيع نبههم نعم ثم بعد ذلك نحن نسلي العتر نرجع أو نجلس في المسجد كأن يلقي الخطب وغير ذلك جميل يعني آخر الرمضان آخر العشر من رمضان كنا نود السلاة يعني تحجد في المسجد نعم وكذلك هناك يكون اعتكاف في المسجد ونحن مثلا قبل قبل التسحر نحن في ناس يتجول في الشارع بالانشودة بالانشودة الرمضانية ماشاء الله وكنا نتجول حتى أنا بينه بنفسي يعني بعض الأشعار وبعض الانشودة نعم كنا نترجمها إلى لغتنا اللغة روهنجية إلى رغمين يعني هي انشودة عربية إما عربية إما هندي معني بعض الفارسية موجودة نحن نترجمها إلى روهنجية نعم أنت تتحدثون لغة بخلاف لغة الدولة نعم لغتنا تختلف لغتنا لأن الدولة دولة بورما أو التحدي ميانمر لها أكثر من 140 عرقية 140 عرقية يأ عرقية روهنجية من أكبر العرقيات أكبر الالكياد والمتحدة ورغم ذلك هي الأكثر العرقية اضطهاد عرقية الروهنجية تصنف عالميا على أنها أكبر أقلية في العالم معرضة للاضطهاد والعنف هذا وفقا لمراكز الأبحاث العالمية حتى في الأمم المتحدة وفي أمريكا يصنفون الأقلية الروهنجية كذلك أنها أكبر أقلية اضطهادا في العالم نور هذه الفرحة وهذه البهجة التي تحدثني عنها عن رمضان وقيام رمضان قبل الأحداث كيف تراها الآن مع أحداث العنف على المسلمين وهم يعيشون رمضان نحن لو نظرنا فيها هذه الأيام يعني مثلا كما نحن نقول مش حالك هذا المصطلح ممكن نستطيع نقول مش حالك يعني ما في فرحة كما كنا نفرح أولا مثلا في بعض الأمكان اللي عايشين في الداخل الأركان هما أنا تواصلت معهم لأن لي مقاربة موجودين في الداخل الداخل طبعا بخلاف اللاجئين هلنا نتكلم عن تفاصيل دي نور في مرة قادمة بإذن الله الحديث دي شجون لا سيما لما يكون الحديث عن إخواننا المسلمين مسلمي الرهنجية لكن لعلا نقبل في لقاء قادم بإذن الله ببرك وتعالى لازلنا مشاهدنا الكرام نذكر حضرتكم بنعمة الشكر أن بلغنا الله سبحانه وتعالى وإياكم رمضان وأن صمنا وكتبنا الله سبحانه وتعالى الناس الله نكتبنا كذلك من الصائمين ومن القائمين وأن يحفظ إخواننا من المسلمين في مشاكل الأرض وفي مغاربها الأستاذ نورالله شيخ يوزف الباحث الروهنجي بجامعة الأزهر الشريف شكرا جزيلا لك نور شكرا جزيلا لكم مشاهدنا الكرام وانتظرونا ولقاء متجدن آخر بإذن الله تعالى مع برنامجكم لتعرفوا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا لكم